أضق مجلس جهة قلميم ودنون خلال دورته العادية لشهر مارس على مجموعة من مشاريع اتفاقية شركة تهم مجالات التنمية السوسي اقتصادية والثقافية والصحية إلى جانب التكوين والبحث العلمي والتعاون الدولي جدول أعمال هذه الدورة لا مساعدة ميدين تندرج في إطار مواصلة تنفيذ وتنزيل الاستراتيجية الجهوية الموزأة على مختلف القطاعات الحيوية تمت المصادقة والتصويت بأغلبية مطلقة على جميع نقاط جدول الأعمال أهم نقاط كانت فيها محاور عدة محور الصحة وتعلمون أن هناك مشروع اتفاقية إطار كان تم التوقيع عليه مع سيد وزير الصحة والتي تشارك فيه جهة قريباً بـ 50% من مبلغ إجمالي 440 مليون درهم والذي سوف يمكن من إن شاء الله استكمال الخصاص كامل اللي كان في الصحة وفي مجال التكوين والبحث العلمي تمت المصادقة على اتفاقيتين شراكة وتعاون الأولى مع كلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان تهم التكوين والتأطير وتقديم الخبرة أما الثانية مع كلية الحكامة تابعة لجامعة محمد السادس متعددة تخصصات التقنية بالرباط والتي تروم دعم التكوين الجامعي لأبناء الجهة كما تمت المصادقة على مقرر إحداث شركة التنمية الجهوية قلميم ودنون الثقافة وترات بشأن دعم وتثمين الترات بالجهة أما على مستوى التعاون الدولي فقد تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا بكينيا إلى جانب اتفاقية إطار للتعاون المركزي مع مقاطعة مطام بالسنغال تتمحور حول تقوية قدرات المنتخبين والأطر وطلبة التعليم العالي